بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي أيمن الصفضي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات التي أقدم عليها المتطرفون الإسرائيليون في المسجد الأقصى المبارك يوم الثلاثاء الماضي وادان الوزيران خلال اتصال هاتفي هذه الاقتحامات وخاصة اقتحام الوزير العنصري المتطرف إتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك باعتباره تصعيدا خطيرا يرفع التوتر ويؤجج الصراع في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيدا خطيرا وكذا سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان على أهمية احترام الوصاية الهاشمية التاريخية ودورها في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وشدد على ضرورة عدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد المبارك كما أكد اسموه تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ومع كافة الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة